شهد الجامع الكبير في مديرية القطن بمحافظة حضرموت حفلة تكريم ثمانين حافظا وحافظة وستة وعشرين مجازا ومجازة ومائة وخمسين معلما ومعلمة للقرآن الكريم في المديرية وفي الحفلة بارك وكيل محافظة حضرموت المساعد هشام السعيد المكرمين من الحفاظ والمجازين وأهليهم مشيدا بجهود مؤسسة أمجاد في خدمة القرآن ومشيرا إلى أهمية الاهتمام بالتعليم القرآني من جانبه السعرض المدير التنفيذي لمؤسسة أمجاد التنموية عمر باشرحيل نشاط المؤسسة وبرامجها التي استمرت على مدى عشر سنوات في الجانب الخيري والإنساني